ليهو أين الأموات وماذا حل بهم وشكرا الأخ يسأل أين الأموات وماذا حل بهم كما ذكرت في أجوبة السابقة الله يقول في سورة الملك السورة السابعة وستين الآية الثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إذن هذه الحياة اختبار للحياة الآخرة ومجرد أن يموت أحدا ما فإن اختباره قد انتهى الاختبار انتهى لكن نتيجة كل البشر من أول بشر على وكه الأرض من آدم عليه السلام حتى إلينا نحن الأحياء وكذلك الذين سيعيشون لاحقا الكل سيبعث يوم القيامة ويوم الحساب والنتائج ستعلن معا مثلا لدين التصويت التصويت يحدث في شمال الهند في تاريخ معين جنوب الهند في تاريخ معين شرق الهند في تاريخ معين لكن الحساب يبدأ سويا والنتائج تعلن معا إذن بالمثل هنا هذا الاختبار قد حدث لكن مالك يوم الدين هو صاحب يوم الحساب يوم الحساب سنكون معا المصيب والمخطئ سيكون حسابهم في ذلك اليوم وتبعا لأعمالهم الخيرية وعمالهم السيئة هل أطعت أوامر ربك أم لا قد تذهب إلى الجنة أو قد تذهب إلى الجحيم إذن جميعنا سنبعث إما في الوقت الحالي فهم في شيء من السبات والتي تعني إنهم ماتوا لكن سوف يبعثون الله تعالى سوف يعطيهم الحياة مرة أخرى في يوم الحساب إذا كل البشرية سوف تبعث ويوم الحساب الله تعالى يقول في القرآن إنه عنده لا أحد سيعترض على عدل الله تعالى لأن أعضاء ناس تشهد علينا وأعيننا سوف تشهد علينا وأيدينا ستشهد عننا إذن حتى هؤلاء الذين سيوضعون في الجحيم إذ لم يكونوا قد اتبعوا التعاليم فالقرآن يقول إنهم لن يعترضوا على قداء الله سبحانه وتعالى سيقولون أعطنا فرصة ثانية والله تعالى سيقول فات الأوان الإختبار قد انتهى في يوم الحساب القل سيبعث وحسب أعمالهم الجيدة والسيئة ستنجح أو تفشل وتذهب للجنة أو الجحيم اسمي رجل جيرا عمري 19 سنة الناس لديهم نسب متفاوتة من الفهم والروحانية والتهزيب وأظن أن الإسلام هو فقط للناس الذين يمتلكون نسبة عالية من الفهم والإدراك الروحي ليس باستطاعة أي شخص أن يفهم تعاليمه بسهولة فبالمقارنة بالمدارس أعني أن الناس يرتادون صفوف الأولى وهكذا وصولا إلى الصف العاشر أما الدين الإسلامي فهو كالصف التاسع فهل هو صحيح بأن الإسلام فقط للمتقدمين روحيا الأخص على السؤال جيدا عندما نقارن الأديان نجد أن الإسلام يمتلك درجة عالية كما هو الحال في المدارس حدث الديانات الأخرى يتم تشبهها بالصفوف الأولى بينما الإسلام يمكن تشبيهه بالصفوف المتقدمة أنا أتفق معك ولا أتفق بنفس الوقت أتفق معك تماما بأن الإسلام للمتقدمين روحيا ولكن هذا لا يعني بأن الذي يفتقد للتقدم الروحي لا يمكنه الدخول إلى الإسلام أنا لا أتفق معك في هذا لماذا لأنه في المجمل أي شخص يدخل المدرسة إذا دخل في مدرسة إنجليزية على سبيل المثال فإن أول شيء يتعلمه هو الحروف الأبجدية أفتقد لو أنه دخل مدرسة إنجليزية ففي الغوضة سوف يتعلم الحروف الأبجدية وعلى ذلك فإنه في الإسلام حتى لو لم يكن الشخص متقدم غوحيا فعندما يدخل المدرسة فإن أقل ما يجب أن تتبعه هو التوحيد فأساسيات الإنجليزية هي الحروف الأبجدية ومشابهة للتوحيد في الدين التوحيد يعني الإيمان بالله وحده كما تحدثت سابقاً عندما سأل الأخ السيخي سؤاله عن مفهوم الله هذا هو المفهوم الأساسي وهذا الأساسي موجود في جميع الديانات الأخرى ولكن لسوء الحظ هؤلاء الناس إلا وهم الزعماء الدينيين لا يريدون الناس أن يتبعوا ذلك لأنهم إن اتبعوا ذلك فمن سيتبع الزعماء الدينيين إذن الجميع بدأ بعبادة إله واحد فهؤلاء الزعماء الدينيين لن يكونوا لهم أي منفع في جميع الديانات الأخرى يقولون أنت تحتاج إلى وسيط مثل الكاهن الجوع بينما ديننا لا يتطلب أي وساطة أن جميع الديانات لديها نفس الرسالة الأساسية ألا وهي الإسلام ولكن للأسف الزعماء الدينيين لا يريدون لاتباعهم أن يعرفوا ذلك يريدونهم بعيداً عن ذلك لأنهم إذا دخلوا المدرسة سوف يخضعون إرادتهم لله وتسليم الإرادة لله يعني إنك أصبحت مسلماً وبذلك لن يكون هناك أي منفعة للوساطة وبالتالي سوف يخسرون أعمالهم هذا هو السبب ألا كل كتب المقدسة للديانات رغم أنها تحرفت الله تبارك وتعالى أنزل فقط ديناً واحداً لجميع البشر ولكن مع مغور الوقت الكتب المقدسة كانت تتغير ولكن حتى بعد أن تحرفت هذه الكتب وتمت الإضافة عليها أو تغيرها أو التلاعب بها ستجد فيما تبقى من هذه الكتب المقدسة تجد رسالة التوحيد لله الواحد وبأن عبادة الأوسان محرمة مع العلم بأنه قد يكون هناك آيات أخرى مناقضة ولكن إن بحست عن الحقيقة ستجد ذلك ما أقوله في اللحظة التي تعرف بأن هناك خالق وهذا ما سنناقشه غداً بمزيد من التفاصيل عندها ستلاحظ المغزي من هذه الحياة عندها ستجد أن أولويات أي جانب روحي أو ديني هو الإيمان بالله وحده هو وحده من يستحق العبادة لذلك فكل شخص وإن لم يكن متقدما روحياً ففي اللحظات التي يريد أن يشكر الخالق يجب أن يسلم إرادته لله وكل شخص يسلم إرادته إلى الله يعتبر مسلماً آمل أن أكون قد أجبت على السؤال أرجوك آمل أن يشهر شكرا